اشتركوا في القناة 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 ثلاثة عملية أن يسمع بعض المواد تساعده في وظيفه مثل هذه المواد منها الأمونيا مثل الأمونيا التي تكون لها دور في الأسد بيز بلانس وهو التوازن ما بين الحمودية والقعادية بتاع الجسم ما هي الإثباتات التي نثبت بها؟ أول حاجة أن الإنسان الطبيعي بيخرج في اليوم يورين من لتر إلى لتر ونص كيف يخرج من لتر إلى لتر ونص؟ وإحنا قلنا الجمال الفلتريت أصلا 180 لتر فده معناه أن الجسم بيعيد متصاص بمواد كتير جدا من الجمال الفلتريت لقوا في مواد معينة عندما يقوم في نفس الوقت يفحصوا اليورين لقوا المواد دي اختفت حسنا؟ المنطقة الحاجة المنطقية لأن الجسم قاعد متصاص بها ثاني يبقى الجمال الفلتريت أو المواد اللي هي هنا عايزين نعملها هي بتبقى موجودة في اليوم تبيوت طيب عايزين تروح للبريوتي بيرا الكابري لا تروحش على طول كده نحن لو نواحد إنه بيبقى فيه هنا كده زي فلوود هنا اسمه إنترستيشل فلوود فالمواد هتروح من هنا تتنين من هنا للإنترستيشل فلوود وترجع تاني من إنترستيشل فلوود تدخل تاني البريوتي بيرا الكابري يعني كده خطوة اثنين خطوة اثنين خطوة تعدي لحد الإنترستيشل فلوود ومن إنترستيشل فلوود تروح للبريوتي بيرا الكابري أول حاجة هناخد هي ازاي بتعدي من الريجنال تيبيول للإنترستيشل فلوود هي احنا قلنا الجدار بتاعه اسمه إبسيليامسل فيه هنا خلايا الخلايا دي عشان بعض المواد تعدي فهيبقى قدامها طريق من طريقين لإما تعدي عن طريق الخلايا نفسها يعني هي واحد جدار كله خلايا فإما عدي من جوال من جوال خلايا نفسها وده هتبقى مواد اللي بتعمل كده المواد اللي بتبقى محتاجة لل، كاريرور ومحتاجة للطاقة ودايججة طاقة والقارير عشان فالمصدر الاساسي اصلا الطاقة يتصدر، والكارير اللي هيديها انها مش متRNAة مش محتاجةumi عشان يشلها فبهان � аккуpres مش شرط تدخل الخالية نفسها حشان عشان تعدي لازم تعدي الانترست outro لا بالعكس بين الخلايا وبعضها هي بتعدي كده ما بين الخلايا وبعضها حاجة اسمها تاي جانشن هي بتعدي ما بينه ويبقى اول طريق انه عندنا تاري bathing منطارين اول طريق هيبقى اسمه من ال human border احنا الخليهم هنا كده الجدار اللي بيبقى اه ناحيةW日本 اسمه لمن border طيب الجدار التاني بيبقى ناحية Political decimal border اسمو حنداة في اول حاجة حتى بتقوم مض UP Fx لو الحديث بين الخلية تاني طريق هو البرارسلل الروت اللي هو بتعدي ديريكت على طول خلال تايجوكشن الهنا ده للانترستيشال في الوط خلاص احنا هيا كده بقت جوة الانترستيشال في الوط طيب ايه المكانزمات اللي بتعدي بيها؟ عندها اربع مكانزمات اول حاجة لدي بقى اكتف ترانسبورت اكتف ترانسبورت دين في مين نونعين لاما برايمري لاما سكندري طيب تاني نوع هو باسف ترانسبورت و بقى اسمه ديفيوجن و برضو في منونعين نايم ما اسمه سيمبل اما اسمه فاسلتيت طيب تالت حاجة الوطر ترانسبورت اسموزيس و معلومة برضو ان الوطر ترانسبورت بتعدي باسف يعني ما بتحتاجش ولا طاقة ولا كرير ولا اي حاجة طيب ايه حاجة تانية اسمها اندوسايتوسيس و دي بتبقى دايما للمواد الكبيرة في الحجم طيب زي ايه زي البروتين اول حاجة هنقول الاكتف ترانسبورت احنا قلنا كلمة اكتف يعني معناها طاقةyouنا Shock Tea اول ما يقول الاكتف يعني معناها انها حتاج طاقة tau prophecy هي بتحتاج energy المواد فيها بتعدي تانية حاجة انها كمان بتحتاج كارير يبقى الاكتف بيحتاج طاقة عشان يعدي و المواد بتاعدي اجانس الكونسي benefici اانه في منونعين نوع اسمه Jagah انه اتمنى انه اتمنى انه احسنه ايضا يساعد طاقة فكرة انه هو مصدر الطاقة يجبه منين هيجب الطاقة من نفسه هيكسر الاتب ويطلع الطاقة عن طريق انزيم اسمه ايتي بيز انزيم فمن تكسير الاتب يطلع طاقة وهو يطلع طاقته بنفسه مثل الامثلة سوديم بوتاسيوم اتي بيز بامب هييدرجيون بامب اديه ثم لدينا احتفظ سيكون هكذا يجب نفسه يجب نفسه من البرامل داخل يبقى قونا بدينا من هنا نوعين كونتر ترانسورد كونتر ترانسورد كم تتحفظ هناك مولكرون كما ناديه مثل الجلوكوز والسوديوم المثل من الاتنين مثلا يضطون بالخليجة خلفية سواء كان الجولوكوز والصوديوم أو أمانو أسد والصوديوم مثلا بره مع بعض ويدخلوا مع بعض قليل في حاجات ممكن يكون سوديوم مثلا وهيدروجين السوديوم يكون يحتاجا داخل الخليه بس الهايدروجين ببقى خارجه من الخليه معلومة ان السوديوم دائما بيحصل له ري أبزوروشن الجسم دائما بيحتاجه فبيعيد متصوصة تاني انما الهايدروجين لا اغلبية بيحصل له سيكريشن لبره تمام ماشي اكيده اتنين ملوكرر واحد هيدخل لجوه والتاني هيخرج لبره كده اسمها كونتر ترانسوبورت يبقى هو ده الفرق ما بينه يبقى الاثنين اهو اول حاجه كونتر ترانسوبورت هو برن سيكاندري اكتف ترانسوبورت زي الجلوكوز او الامينو اسد مع السوديوم تاني نوع اسمه كونتر ترانسوبورت هو برعه عن سوديوم هيدروجين كونتر ترانسوبورت عشان الهايدروجين قلنا بيحصل له سيكريشن فلا اما هيبقى خارج والسوديوم بيحصل له لابزوروشن بيبقى داخل فالتنين بيبقوا عقصة تجاه بعض تمام كده خلصنا الاكتف ترانسوبورت الباسف اتمائ نحن احنا أن لاحظ احتاج انيرجي بيحصل الهاء فالتنين محاجه لاترانسوبورينا نحن احنا قلنا لابزورات قمنا نحن احنا قلنا هناك نوع اتمائ من النوع الاسم بالسيما الم Phatital تدلع. مع انه باسف وما بيحتاجش لطاقة بس بيحتاج كرير عشان يعديه. تمام? قلنا الحاجات اللي بيعتمد عليها الباسف بيعتمد على الحاجتين او الحاجة التركيز المواد على النجمتين سواء كان في الانترستيشن في اللوود او في اللوود اللي جوه. والتانية حاجة برميبيرتي افزة القابلية او السامحية المواد اللي هيتعدي اصلا. طيب. اه معلومة كمان اه ان ده اكتر مكان بايحصل في اكتف او اكتر مكان متوفر اصلا.nio احناقم بى هنا ما يحتاج الطاقة وكارير وكل ده ده المكان دا اكتر مكان متوفر في كل ده. توفر في ما يكون ما ينتو كون دارية ل książذا اللي ميحتاجها الاكتف. متوفر في الكارير بردو اللي ميحتاج واكتف موفر في كمان انزين. مش احناقم ابراامري بيتكسر انزين بالاترية و عن طريق انزيم. فهو ده اطر مكان متوفر في سروط عشان يحصل اكثر مكان يحصل في اكتف ترانسوبورد لهيه وعليه لتوفر فيه قلنا الميت المكندرية للطاقة والكارير والانظيمات طيب احنا كده قلنا احنا عدينا من اول عدينا من اليوم البوردر من الريناتبير لحد الانترستاش الفلويد طيب عايزين بقى نعدي من انترستاش الفلويد لحد من ندخل هنقول حاجة احنا قلنا احنا عندنا كوتين عندي قوة ستضدني عايزة ريئة بزر مشانه يحصل فهتكون معي وفي قوة تانية ستبقى ضد الريئة مشانه يحصل فمش ستكون معي القوتين دوما حاجة اسمها هيدروستاتيك هنالبزانة للمزانة ولمزانة اش وحاجة تانية ازموتك الهيدروستاتيك دايما قوة طردة نعرف كده انها هيدروستاتيك بسبب الفلاود وتهي بتبقى قوة طردة بتطرد لبرة اي اي كان هي فين بتطرد اليامت تانية بتتقوم او بتطرد للمرة البر لا.. القزمتك هي الكوة جذبة فهنا في الانتروستشالatan في قاة طردة وكوة جذبة الطردة هنا بتطرد لبرة هي اللي مسل أو times قوتتριات مع columزمحين native في قاة الطردة وكوة جذبة هذه تطردун إلى Californ يبقى كوميتها 13. القوة الجاذبة هنا كوميتها 32 بتجزب لجوه. طيب انا عايزة بتاعي انا انا عايزة المواد هنا في عايزة اوديها عشان كده يحصل فانا الاتجاه اللي انا عايزاه ان هو يعدي من كده. ايه هي الاتجاهات كده? يعني انا معي هيبقى كده استنى نغير له. يبقى اصفر مثلا او ازرع تمام. يبقى انا عايزة ده كده يحصل يتحقق. ايه هو اللي حقق لي ده? عندي الكوة دي. احنا قلنا هي كده دي بتطرت البرق. يبقى الهايدروستاتيك بتاع الانترستشال فلاوت. طيب ايه تاني الكوة اللي ماشي معا كده? الكوة دي. دي الكوة دي اسمها ايه? اسمها الكوة بتاع البريوتي بروركابري. اه اتنين وثلاثين. يبقى انا عندي 16. اه 6 زائد 32. دي اللي هي معاي وعايزاني اتحقق من ري افزر بشان. ري افزر بشان بتاعي يضحق. طيب في كوة تانية معاك ساني اه في الكوة دي. اللي هي بتاع تارضة وفي البريوتي بروركابري. هي بتاع البريوتي بروركابري. كومتها 13. هنعمل ناقص. تراتاشر. طيب في كوة تانية اه كوة دي. ازموتك بتاع الانترستيشن في اللوت. اه كومتها كام هي خمستاشر بس مش باين. موجب خمستاشر. كده معانا تمانية وتلاتين ناقص تمانية وعشرين هيساوي عشرة. يبقى انا كده الكوة بتاعتي اتحقق بمقدار عشرة. طيب الكوة ايه? الري افزر بشان بتاع بتاعي اتحقق ولا الكوة اللي ضدته هي اللي كثبت. لأ الكوة اللي كانت حابة الري افزر بشان يحصل. هي اللي كثبت بمقدار عشرة. عشان كده اللي نيت بتاع الري افزر بشان بتاعها هي عشرة. انا بقى نقرأ بسرعة. اهو احنا قلنا فيه فورس في فورل الري افزر بشان يحصل زي الكوليد ازموتك بريجر بتاع البيلي تي بروركابري. كده كومتها 32. كوة كمان هي قدر ازموتك بريجر اللي في الانترستيشيل قوتها 6. يبقى دي هي الكووتين اللي كان حابين الري افزر بشان يحصل. طب الكووتين اللي عاكسوهم هي الازموتك بتاع الانترستيشيل فليويد. اللي كومتو كانت خمستاشر. وكمان الهيدروستاتيك بتاع البيلي تي بروركابري اللي كومتو 13. قلنا دي كانت 28 ودي اه 38. تمام. وقلنا الري افزر بشان حصل بمقدار عشرة. تمام تمام. طيب ان يبقى الجزء ثاني اللي هو مجرد اللي احنا هنعرف اعناوين وهنعرف اللي لازم نعرف التعريفات بتاعته. تمام? اولا معنا اسمه او تي ام. سويني. او تي ام. هو عبارة عن اي هو عبارة عن اي هو عبارة عن المواد التي تحتاجها أكبركمية. دائما نحسبها ليرة المواد التي تقيها وت pug sık ال biore. ejercnaire أي ما هي التعريفات التي تصدحها było مواضي ت corroبه ثم اخر مواضي التي تقريه ثاني مواد للتعريفات ترينسب الله чемس över نحن الله هي المواد من الضرنسبورت. tendrum الماكسيمم سواء كان سيحصله ريابزوربشن او سيكريتتت فلما يبقى اسمه ماكسيمم تيبيورت الاريابزوربشن يبقى اسمه ايه؟ لانما يبقى تي ام تي ار بتاع ريابزوربشن طيب من امثرته الجلوكوز والامينو اسد عشان في اغلب الاحيان بيحصلوهم ريابزوربشن بيحصلوهم مش سيكريتتت ها سمي ايه؟ ها سمييه ماكسمم تيبيورير سكريتري كبست تي ام باردو او تي اس ونسأل اختصرات عشان محتمزة فتين ممكن تيجي كده زيCKB.منسيلن وصمد يوريتز والبارا امينو هيبريك أسد طيب احنا انه فيه مواد مش هنعرف نحسب لها تي ام دي ها يبقى المواد اه؟ نحن اقونا المواد اللي مش لها كارير زي المواد اللي كان ديفيوجن اللي هو نو كارير ولكن يمكن أن تنقل بكارير وفي أماكن تنقل بكارير وفي أماكن ثانية تنقل من غير كارير لن يستطيع أن نحسيبه التئمة ويمكنك المكسام مثل السكريشن بكارير ثانية تانية تعريف معنا هو البلازما هي الكمية الحد المعين لو زاد عنه مادة معينة في البلازما لو تركيزها زاد في البلازما يبدأ يظهر في البلازما مثل الجلوكوز سوف نعتبر أن السكريشن بجلوكوز 180 حتى يكون تركيز الجلوكوز في الدم 180 سوف نجد غير جلوكوز في اليورون حسنا لو زاد الجلوكوز في البلازما عن 180 فهنا يبدأ يظهر في اليورون فهنا يبدأ 200 تركيز أولا بدلا ما كان يحصل الورياء سوف يحصل الوسكريشن مقرج البلازما وهو يكون كراكتريستي كراكتريستي لكل سبستانس يعني قلنا الجلوكوز ليس مثل السوديو ليس مثل البوتاسي كل مادة لها رينا سريشورد كراكتريستي لتعريف هنا أهم شيء نعرف العنوان بالتعريف و القانون لأن الدكتور قالت ممكن تجيب مسألة عادية خاصة أول شيء اسمها فلتريتة لوت هي كمية المواد التي ستدخل بعد ما يحصلها في التريشن يعني هي هنحسب حجمة أو كلمية المادة اللي هتدخل الوريون بعد ما بيحصلها في التريشن في وحدة الزمن هنحسبها ازاي؟ نضرب الـ GFR في تركيز المادة في البلازمة هنضرب الـ GFR ثاني حاجة ثاني تعريف هو عبارة عن مواد السابسانس أبيرن يوريونت هي كمية المادة اللي هتبقى موجودة في اليورن في وحدة الزمن هنا كمية المادة كانت كمية المادة اللي هتدخل هنا لا كمية هي كمية المادة التي تظهر في اليورن في واحدة الزمن نحسبها ازاي؟ نحسب نضرب V في U ال V دي بتبقى حجم اليورن كله في اليو اللي هو تركيز المادة في اليورن نفسه يبقى حجم اليورن كله هنضربها في تركيز المادة دي في اليورن ثالث تعريف معنا هو البلازما كونسنتريشن هو عبارة عن وتركيز المادة الزمن ويبقى انا تركيز المادة التي Aye يعني testimony يعني ايه sensor، هو حجم شاحwing اليورن سعند طيب مقدورك ح additionally هو حجم اليورن في التركيز المادة إلي إلى تركيز المادة دي في اليورن هتطلع معي حجم البلازمة كلها. هي دي التعرفيات بتاعتها. انا طب البلازمة كلينرس دي اصلا عبارة عن واحدة من وظيف اختبارات وظيف الكرة التحليل يعني ساعات داكترا بيطلبوه. طب منه ممكن اقس ايه ممكن اقس ال جي اف ار واحنا عندنا اصلا ال جي اف ار ممكن يساوي البلازمة كلينرس. امتى لو انا المادة اللي دخلتها زي ما دخلتها خرقتها. مادة عملت لها فلتريشن بس كومبليت فلتريشن ولا عملت لها ولا عملت لها سيكريشن. يبقى مادة دخلت حصل لها كومبليت لفلتريشن نو سيكريشن. زي اين مواد دية? زي الانون. الانون دي مادة من بره اذا كاتر بيحنوقها زي لو حقنوا 20 مليلتر مثلا بيلاقوها في الانون 20 مليلتر. بحصل لاش اي تغيروه. ومادة كمان اسمها سيرتنان كريناس. دمعين. دي مادة جوه. دي مادة من بره. الانون مادة من بره. انما دي مادة جوه الجسم. بحصل لها برضو كومبليت فلتريشن ولا بحصل لها ليو ابزورشن ولا بحصل لها سيكريشن. طيب. اه حاجة كمان بنحسب منها الار بي اف. اه عن طريق مادة اسمها اه بي اي اتش اين اللي هو بارا امينو وهي بورج آسد. تقريبا. التاني حاجة ممكن احسب لها الارينال بلوت فلو. عن طريق برضو نفس المادة. والدكتور كانت قالت اه معادلة كده انها بتتحسب عن طريق واحد اه على واحد ناقص الار بي اف. طيب. ممكن كمان اعرف من من اه دي اعرف العمليات اللي حصلت. اللي حصل في بعض المواد. يعني انا عملت ازاي عملت 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 ايه بالزبط. تمام تمام. في بقى مواد بعض المواد. احنا قلنا البعض المواد بيحصل لها كومبليت ليو ابزورشن. انا بيحصل لها بعيد ان تصاص كلها. بس بس ابشي حاجة تخرج في لينو اصلا. دي المواد دي المواد يان الى البلازما كليناس بتاعها هيبقى زيرو. البلازما كليناس بتاعها هيبقى زيرو. زي المواد دي المواد زي الجركوس والامينوس. انا كده خلصنا الحمد الله يارب تكونوا المراجع كانت سريعة و فادتكو يعني. شكرا